نصيحة النهاردة في فرحة العيد والزكاء اللي معينا النهاردة نصيحة من القلب للقلب نصيحة ممتدة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله وهي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لنا في توجيه لنا النصوم ستة أيام من شوال ودي صيامهم مش واجب ولكن هذا الصيام يجعل الثواب العائد على الصائم كأنه صام السنة كلها فقال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر الدهر هنا يعني السنة الستة دول مش لازم يكون متتليين بس المهم ما يكونوش فيهم يوم العيد نقدر نصومهم من تاني يوم العيد على طول ويبقى نسلهم الثواب الجزيل اسمح لي يا مولانا عايزة أخذ صورة سالفي مع حضرتك كده ليختم بيها حلقتنا النهاردة وإحنا كنا طول الشهر ثانية واحدة لا ثانية واحدة عالش ثلاث سوين وإحنا كنا طول الشهر بنتكلم آه جميلة جد ربنا أبعتها لحضرتك وبشكرك شكرا جزيلا على الرحلة الجميلة الممتعة تمتعنا واستمتعنا واستفدنا كتير من علم حضرتك جزاكم الله عنا كل خير ربنا أجعلوا في ميزان حسناتك ربنا يباري فيكم أنا فعلا شرفت بوجودي معاكم وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ويجعلنا وإياكم ممن قابلهوا في هذا الشهر الكريم آمين ترجمة نانسي قنقر